الأن وعليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم معلومة بس خلوها هنا حلقة في ودانكم على ما قالوا الأخوان المصريين يا جماعة والله أنا أعرف تاجر كبير جدا يدخل بالمليون في السنة إن كان عشر عشرين مليون والله أنا مستاجر يقول البيت خصم لكن البزنس حقي أصل خلني أنمي الأصول فإذا بدأت تدر الأصول بنت لبيت فخلوا هنا حلقة في ودانكم يا جماعة الخير اللي يسحب منك فلوس بدون فايدة هذا خصم واللي يسحب منك فلوس يرجع لك فايدة هذا أصل السيارة اللي تستاخذها بتكدها في أوبر وفي كريم أو توصيل مشاوير سيارة ونية أو هالوكس يتجيب لك فلوس هذه ممتازة هذا أصل السيارة تسحب منك زي اللي الحين يروح يتزوج يأخذ كامري قيمتها مئتين ألف تقسيط هم يشتري شقة قيمتها مليون تقسيط لا الشقة بتجيب له فلوس ولا الكامري بتجيب له فلوس هذه خصمين خصمين ولذاك حتى الأمر كان شوية متعمقين يقولون حتى الولد اللي ما يجيب لك فلوس هذا خصم الزوج اللي ما يجيب فلوس هذا خصم وذاك حنا في الإسلام والله أم الطورين شوي الولد أنا أنجبته لله هذا بيفيد المجتمع بيفيد الأمة إذا كبرت بيفيدني نفسياً واجتماعياً وذاك لنا نحسبها بحساباتهم حنا نقول بداية حياتك لا تكثر الخصوم تكثر الأصول صح أنك بتحسنها أصول بسيطة اشتر أسهم في جريكات بعد فترة تلقيها جابتك ألف في الشهر بعد سنة تنظرت جابتك ألفين في الشهر تلقيك بعد فترة عندك خمس ألف شهرين خمس ألف هذه تبنيبها بيت